بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو والإنستاند فالنج طبعا لو انت مهتم بالتمويل الفوري فهذا الفيديو هو لك طبعا بلو اف اكس طبعا شركة انجليزية او اخيرها يو كي تبقى عارف على طول ان هي شركة تقع في بريطانيا تمام طيب تقدر تختار اللغة هنا وتختار اللغة العربية ما فيش اي مشكلة تقدر تختار اللغة اللي انت عاوز تريحك في التعامل لكن خلينا في اللغة الانجليزية مبدئين تمام نهبط بالأسفل كده طبعا الناس ديت اللي هم حصلوا على حسابات تعالى بقى نشوف الحكاية الخاصة هنا عندهم نوعين ده النوع الاول تمام وبيندل او نظامين نظامين وكل نظام فيه نوعين تمام هنا بيقول لك والله الباكتج ده يعني باكتج قليل وهنا اللي هو او اللاكتج بطيء وهنا بقى البرو باكتج طيب هنا طبعا بخمسين الف الحساب وزي ما اقول لك القوة الشرائية يعني معناها واحد الى ثلاثة الرفعة هنا واحد الى ثلاثة تمام واحد الى ثلاثة فبيعطيك حساب بخمسة وسبعين الف دولار وهنا حساب بمية وخمسين الف دولار تمام دي الكوة الشرائية لكن هو الحساب بخمسة وعشرين الف يبقى خمسة وعشرين الف والرفعة واحد الى ثلاثة او حساب بخمسين الف ورفعة واحد الى ثلاثة طيب حكايتكو ايه بقى قالك اول حاجة طبعا ده تمويل فوري تمام فاول حاجة التارجة المطلوب علشان تسحب اعلى من الف ومتين وخمسين في الحساب الاول تمام يبقى الحساب الاول ده انت عايز على الاقل خمسة بالمئة علشان تقدر تسحب مع هذه الشركة الحساب التاني لا انت محتاج عشرة بالمئة محتاج تعمل الفين وخمسمة دولار علشان تقدر تسحب تمام دي اول حاجة طيب عندك الماكس درو داون ما عندكش بقى تراجع يومي وتراجع كلي والكاوة ماكس درو داون الفين وخمسمية تمام الفين وخمسمية من الحساب يبقى لو وصلت الاثين وعشرين الف وخمسمية خلاص انتهى الحساب هنا الخمسين الف لو وصلت الخمسة واربين الف خلاص انتهى الحساب تمام طبعا عندك بقى اللي هو النظامين والنظامين دولة النمو الخاص بهم حتى مليون دولار تمام وهنشوف الانظمة الخاصة بالنمو عاملة ازاي طيب هنا بقى بتشتغل من الساعة كاملة وبتغلق الساعة كاملة مفيش اي مشكلة معلكش مسئولية بيقولك مفيش اي مسئولية عليك البروفيت مشاركة الارباح خمسين خمسين السحب ممتاز جدا السحب كل اسبوع تقدر تسحب كل اسبوع بس الحد الادنى زي ما قلتلك اللي هو تعمل هنا خمسة بالمئة وهنا عشرة بالمئة ومفيش اي مشكلة تقدر تسحب اكتر من مرة في الاسبوع مفيش اي مشكلة المنصة اللي عندهم سيتي تريدر تمام ما عندهمش ميتا تريدر فور وميتا تريدر فايف والكلام ده ما عندهمش الكلام ده اوبرنايت بوزيشن تقدر تتركوا الصفقات لما بعد نهاية اليوم مفيش اي مشكلة طبعا المشكلة الاساسية عندهم ان الدفع شهري ان مش خطة بقى ودفعتها وخلاص لا ده تمويل فوري فانت عندك هنا هتدفع تسعة وتسعين باوند كل شهر ان شاء الله وهنا متين تسعة واربعين باوند كل شهر انت متخيل هنا متين تسعة واربعين باوند كل شهر بتدفعهم علشان تحصل على حساب بخمسين الف تمام طبعا هنشوف بقى مادة جدوى هذه الخطط لكن تعال بقى اللي هو سواب فري ده الحسابات اللي هي الاسلامية ده الحساب بقى اللي هو الاسلامي تمام؟ ده الحساب لأصدقائنا اللي هم عايزين حساب إسلامي ده لا يوجد سواب تمام؟ فبيعطيك حساب بـ 50 ألف رفع 1 إلى 3 مطلوب منك 2500 النمو حتى مليون مفيش مشكلة معلكش مسئولية 50-50 أسبوعي تداول على 29 زوج تمام؟ واضح كده إنه مفيش مؤشرات أفر نايت مفيش مشكلة لكن ما عندوش هج غير مسموح بالهج في الخطة ديت اللي هي 25 ألف ديت تمام؟ اللي هي السواب فيها قليل لكن فيها سواب تمام؟ هنا انت طبعا مفيش نمو الخطة ديت لا يوجد فيها نمو تمام؟ لكن الخطة دي فيها نمو حتى مليون دولار طيب خلينا بقى نهبط بالأسفل هنا تدفع كل شهر 139 باوند مفيش نمو وهنا تدفع 329 باوند متخيل؟ حاجة غالية جدا يعني غالية غالية يعني لكن تستحق يعني لو واحد نظر إليه نظرة مستقبلية وشغال واحدة واحدة ومحافظ على مسألة إنه مش هيخسر العشرة بالمئة تستحق ليه؟ تبتحسبها إيه؟ أنا هدفع في السنة قد إيه؟ تمام؟ هدفع في السنة قد إيه؟ فأنا ممكن أدفع مثلا عشر شهور فأنا أدفع 3290 باوند تمام؟ لو قدرت في العشر شهور ديت أقدر أوصل ليه المليون دولار تمام؟ اللي أنا أقدر أوصل للحد بقى الأقصى للمو الحساب اللي هو المليون دولار ده كده زي الفل طب تعالا نشوف النمو عندهم بيتم إزاي؟ تعالا كده نشوف بالأعلى طبعا دول اللي هما الناس اللي هما اشتروا حسابات ده 20000 و ده خمسين ألف و ده خمسة وعشرين ألف تمام؟ وشغلين تمام؟ تعالا بقى نشوف آه الأكونت نمو الحساب طبعا أنت ممكن عايز بقى تعملها باللغة العربية آه 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 دي نمو حساب فوريكس المول تمام؟ هو بيقول لك إيه؟ عندك اللي هو النمو السريع ده تمام؟ المرحلة الأولى اللي هي الخمسين ألف يجب أن تحقق عشرة بالمئة يعني اللي هو إيه؟ الخمسة تلاف دولار حققت الخمسة تلاف دولار تواصل الانتقال إلى المرحلة التالية تمام؟ هنا أصبح إيه؟ آه المرحلة التالية معك مئة ألف ومعك خمس تلاف اللي انتك سبتم إيه؟ ف المرحلة الأولى تمام؟ أصبح معك آه لازم تعمل العشرة ألف اللي هم بيمسلوا عشرة من مئة من المعة ألف تمام؟ وتواصل إلى المرحلة السالسة تمام؟ المتين ألف أصبح معك متمrementين وخمستاشر بس انت عاوز تعمل عشرين ألف دولار عشان تواصل للمرحلة اللي هي الرابعة اللي انت خلاص أصبح معاك آه مليون وتلتمية وخمسين ألف آه آه مليون 35 الف تمام؟ لان انت كسبت هنا 5% في 20 35 الف تمام؟ فانت محتاج ثلاث مراحل ثلاث مراحل كل مرحلة 10% علشان تصل للمرحلة الرابعة ويصبح معك مليون دولار تمام؟ فانت مرحلة المرحلة الأولى 10 مرحلة الثانية عشرة المرحلة الثالثة عشرة بالمئة والله ممتيز يعني تلاتين بالمئة فانت لو حسبتها زي ما قلت لك عشر شهور تعمل فيهم التلاتين بالمئة هتقدر تصل ويكون معاك مليون وخمسة وتلاتين الف دولار تمام قال لك يبدأ جميع المتدولين المحترفين بحساب فوركس مول بقيمة خمسين الف دولار بغض النظر عن خلفياتهم او خبراتهم او سجلهم الحافل نمنح جميع المتدولين لدينا فرص متساوية لإثبات أنفسهم كتاج الرابح عملات سحب الأرباح بنسبة خمسة بالمئة مستقلة عن أهداف النمو البالغة عشرة بالمئة فهمت الحتة ديت يعني انت عملت نمو تمام النمو ده مستقل عن الخامسة بالمئة يعني لو جيت سحبت أرباح لالخمسة بالمئة خلاص النمو ده هيقل يعني انت مثلا عملت تمانية بالمئة تمام فسحبت خمسة بالمئة منه هتنزل تلاتة بالمئة وتحتاج 7% لتصل مرة أخرى للعشرة بالمئة لازم تعمل عشرة بالمئة وتعمل بعد كده 5% علشان تسحب الخمسة بالمئة فهمت الحتة ديت، العشرة بالمئة ديت مش هتقدر تسحبها لانها شرط ايه؟ لنمو الحساب تمام؟ فيه تركات كده بسيطة لازم تبقى عارفة اذا كان بإمكانك تحقيق عائد بنسبة 10% على حساب فوريكس الموّل الخاص بك بقيمة 50 ألف دولار زيادة حسابك إلى 55 فسوف انا ضعف تمويلك إلى مئة ألف أوسابك وهكذا، انت بقى خلاص انت عرفت كل المرحلة الرابعة يمكنك سحب 5% ربح في أي وقت ومع ذلك لا يمكنك سحب أي جزء من المبالغ المحتفظ بها للنمو على أي مستوى تمام؟ اللي هو العشرة بالمئة يتم إرجاعك إلى مستويات تمويل أقل ما لم تنتهك حد للسحب الإلزامي طيب، ده بقى الحساب الثاني بقى هو عنده 6 مراحل تمام؟ وعملوه بالانجليزي رجعوه للانجليزي ليه؟ والله الانجليزي أسهل تمام؟ هنا بيقول لك 10% محتاج 10% تمام؟ علشان آدي ايه؟ 5000 وصلت ال5000 تمام؟ بعدين هتعمل 10% تانية تمام؟ الـ 50,000 وصلت لكام؟ لـ 75,000 لما تعمل 10% طيب، عملت 10% هتوصل لمية ألف هتعمل 10% اهو وصلت الـ 150,000 عملت 10% اهيه وصلت الـ 200 تمام؟ دي المرحلة السادسة تمام؟ مرحلة السادسة تمام؟ مرحلة السادسة ديت انت خلاص وصلت الـ 300 أهو ألف دلار طيب، المرحلة أولى حقق عائد بالنسبة 10% على حسابك البالغ فيبقى 75,000 دلار يجب الاحتفاظ بمبلغ 5% البالغ 2500 في حسابك ولا يجوز سحبه تمام؟ يعني انت الـ 50,000 هيصبحه 52,500 اللي فوق كده تقدر تسحب بس ايه؟ لازم يكون ايه؟ 5% زيادة تمام؟ بعد كده حقق عائد بالنسبة 10% على حسابك البالغ 75 بزيادة حسابك الى 82,500 يمكنك سحب 5% ثم زيادة تمويلك الى 100,000 يجب الاحتفاظ بالمبلغ الصاف البالغ 5% البالغ 6,250 دلار في حسابك ولا يجوز سحبه يعني 6,000 فوق الـ 75 يبقى انت 81,250 اللي فوق كده بقى 5% تقدر تسحب وهكذا كده 150 كده 200 وبعد كده 300 وبعد كده في هذه المرحلة بقى ستكون مدير صندوق بقيمة اجمالية صافية تبلغ 1,43,750 في هذه المرحلة يمكنك الحصول على ربح مقسم على اي شيء وهكذا تمام؟ كما يمكنك التوقف عن دفع الاشتراكات الشهرية ويمكنك الاحتفاظ بها خلال عطلة نهاية الاسبوع يعني اول ما تصل الى المليون دولار مش هياخده منك اشتراك وانا لما اصل لمليون دولار هيكون هممني ان انا هتفعلك 300 دولار ولا 400 دولار يعني مش فاهم يعني انت يعني المفروض تكون حنين علي في بداية بداية معك تكون حنين لكن بعد ما اوصل للمليون دولار انا مش محتاجة 300 او 400 فاهم؟ كنت فين زمان بس هو ده طبعا تعالى بقى نرجع للغة الانجليزية طبعا خلينا نتكلم الاول على السحب طبعا انت مجرد اللي انت عملت 5% هتكون مؤهل اللي انت تسحب مفيش اي مشكلة طبعا وازد 1 بيزنس يوم عمل واحد وبيدفعوه تقريبا الخميس او الجمعة او مفيش اي مشكلة اللي انت بيدفعو الخميس او الجمعة تمام؟ تمام مفيش اي مشكلة بس المهم اللي انت تعمل ايه؟ 5% وبيعطيك 50% مشاركة ارباح تمام؟ هل عندكم حسابات تجربية؟ لا ما عندناش حسابات تجربية او بيقولك ما عندناش ويرجى لانت الموقع الخاص بي تراجعه تمام؟ طيب نشوف الباقي هل ينفع تدفع عن طريق السكريل في ازير الشركة؟ اه قالك ينفع تدفع عن طريق السكريل مفيش اي مشكلة في الحسابين اهو الحساب اللي هو 120 دولار والحساب اللي هو 300 دولار الشهري تقدر تدفع عن طريق السكريل وتتصور الايصال وترسل لهم الموضوع على الاميل الخاص بيهم طبعا لا يوجد قيود جغرافية بيقباله جميع الدول ما فيش اي مشكلة لديهم تمام؟ طبعا هوا ما عندوش بقى القيود الخاصة باللوت سايز او هو اعمل لك رفع واحد الى ثلاثة فانت كده كده ملزم بهذه الرفع ما عندوش اي قدود يعني ما عندوش اتصاق تداول الشركة دي ما فيهاش اتصاق تداول في الانستاند فاندنج حقيقا اه اشتغل كما يحلو لك لكن هو مأيدك قيد غير طبيعي اللي هو الرفع واحد الى ثلاثة لكن انا بالنسبالي الشركة المناسبة اللي هو شايف حاجة مستقبلية اولا ما عندكش تقييم ما عندكش اللي هو هدفع مثلا تقييم و هدخل مرحلة اولى و مرحلة تانية و ممكن انجح و ممكن افشل لا الشركة دي اه سيئة جدا في حاجات كتير يعني بس عشان ايه نكون واضحين مع الناس الشركة دي سيئة في حاجات كتير قوي الراجل اللي هو اه بيشتغل شغلة عنيف مش يعف يشتغل فيها لان الرفع واحد لثلاثة ديت انتو مش تعف تعمل فيها حاجة تمام دي عايزة واحد شغال كده ايه زي بيقوله بالشكة والسكينة يعني متداول فوركس شغال بالشكة والسكينة اللي هو واحد مزاجه رايق و واحدة واحدة كده هي الفكرة كلها في الشركة دي يا جماعة مش انك تعمل تارجت لا الفكرة كلها انك تصل للنمو فاهم الحيطة دي يعني هو محتاج منك 30% ركز في 30% مش تركز اللي انت هتحصل مثلا على 1250 والكلام ده لا مش مطلوبه منك انت عاوز تعمل 30% يعني ركز مع عزيز الشركة ان انت تعمل 30% ليه لما تعمل 30% في الحساب ده هتصل الى كام الى مليون دولار تمام فا حدة 30% واصل الى مليون دولار دي ممتازة جدا اذا انا اختبت لك ايه لو انا مسلا هتفع 249 بويند او خلينا في الحساب اللي هو الإسلامي اللي هو السواب فري تمام اللي هو ده تمام هتفع كام هتفع 329 بويند هتقولي طب الله ده ب 329 بويند و ايدا اا بمتين تسعة عربين فخليني في ده لا ده هيوفر لك السواب لو انت صفاقاتك كتيرة السواب فري هتفرق معك كتير هتفرق معك كتير جدا في الأرباح فممكن تدفع لهم تلتمية تسعة عشرين بس هتدخل الخطة ديت وانت عينك على العشر شهور أنا ان شاء الله هعمل تلاتين بالمئة هفترض ان انت هتعملها في عشرين شهر خلينا عشرين شهر اللي انت هتعمل تلاتين بالمئة في عشرين شهر في اكتر من كده هتدفع قد ايه لا انت هتدفع حوالي ستلاف حوالي ستلاف وستمية ستلاف وستمية بس انت وصلت للمليون دولار تمام واي ربح انت هتحققه هتحصل على خمسين بالمئة فهي دي الفكرة ان هي استثمارية يعني الشركة دي هي شركة استثمارية انت داخل بخطة اللي انت ان شاء الله غدا ستربح لا لو انا قلت لك ان ان شاء الله غدا ستربح من هذه الشركة يبقى انا كده بغشك بقول لك معلومات مضللة تمام لا الكلام ده غير صحيح الشركة دي عايزة واحد مستثمر لمدة سنة لمدة سنتين علشان هو داخل يعمل الخطة اللي انا بقول لك عليها ديت ان هو داخل طبعا مفيش بقى حدود يومية والكلام اللي احنا شفناه في شركات التقييم ما عندكش تقييم ما عندكش مدة كل الحاجات دي بتساعدك اللي انت تشتغل بقى رياحية شغل براحتك تمام هي مجرد اللي انت تعمل ايه زي ما قلتلك تعمل المصاري الربح اللي هو 30% ده وتوصل للمليون دولار وصلت للمليون دولار ودفعت الاشتراكات للشركة خلاص بدأت بقى تشتغل تمام فانت هتشتغل بتلاتة مليون دولار لما توصل للمليون دولار انت هتشتغل بتلاتة مليون دولار ان الرفع برضك هتظل واحد الى ثلاثة فانت حسبة بقى بتلاتة مليون دولار هتقدر تفتح كم عقد هتقدر تشتغل ازاي تمام الخمسين بالمئة هل هي هتكون مرضية بالنسبة لك هل تعرف لو انت عرفت تعمل مئة الف دلار طبعا هم عندهم السحبة عن طريق بيبال وعن طريق اللي هو الترانسفير بنك مفيش اي مشكلة لكن انا بصراحة ما شفتش الكريبتو كرانسي عندهم ما شفتش الكريبتو كرانسي عندهم شفت بيبال وشفت التحويل البنكي وشفت سكريل تمام؟ فهي دي اللي انا شفتها عندهم في مسألة السحب القواعد سهلة وبسيطة مفيش قواعد كتيرة لدى الشرك لو ينسبك هذا الموضوع بس انا بيقولك انت مش هتعرف تسحب منهم اللي هو ايه تسحب الشهر اللي جاي ولا الشهر اللي بعده مش هتعرف الخطط اللي معمولة دي مستحيل اللي انت تعرف تسحب منها دي معمولة يعني باحكام شديد يعني بص طبعا احنا واخدين منهم اي بي تقدر تشترك عن طريقنا في الاسفل تقدر تضغط على الرابط وتشترك مع هذه الشركة انصح بيها اه انصح بيها بس في هذا الحساب اللي هو سواب فري اللي هو البرو ده وتقدر تدخله مفيش اي مشكلة بس انت لو انت مستثمر لو انت داخل تعمل نظام استثماري طبعا الحساب ده طبعا فيه نمو لا مفيش نمو ده الحساب ده ما تدخلوش يعني الحساب ده غير مجدي اللي هو انت هتدفع له 139 باوند ده ده غير مجدي في هذه الشركة ليه هو غير مجدي بس ينفع هو مش وصلك للحرية المليئة يعني هتوصل للحرية المليئة من خلال هزا الاكاوند تمام لكن الاكاوند ده لو انت عاوز ايه تحسين مستوى معيشة تحسين مستوى معيشة فانا اه انا كعلي يوسف مثلا هدفع كم هدفع مثلا اه عشر مرات 1390 باوند تمام احسابها كده عشر مرات يبقى 1390 باوند طيب هقدر اعمل كم مرة الخمسة بالمئة لان انت السحب بتاعك الالفين وخمسمية تمام هقدر اسحب كم مرة لو افترضت اللي انا قدرت اسحب اربع مرات في العشر شهور يبقى انا بتكلم في ايه فعشر تلاف دولار يبقى انا اسحب خمس تلاف دولار خمس تلاف دولار طب انا دفعت كم دفعت اه تقريبا مثلا 1390 باوند هل الامر مجدي لأ عالفاضي بتشتغل عالفاضي انا بجيب لك الحاجات اللي ايه انت هتشوفها بعدين عشان ما تقولش ايه انا لا انت جده هتشتغل عالفاضي هتفضل تشتغل وتعمل والمجهود ده عشر شهور علشان تدفع 1390 باوند وفي الاخر ايه هتعمل كم سحبة بصد احنا بنتكلم بشكل منطقة جماعة انت لو عملت اربع صحبات عاملك تمثال عندنا في مدينة القاهرة انا لو عملت اربع صحبات بالشكل اللي عاملها الشركة واحد لتلاتة والكلام ده اربع صحبات يعني انت عشر تلاف ده لو انت عملت الاربع صحبات تمام اربع صحبات ديت اه توصلك لخمس تلاف دولار الامر غير مجدي يعني ايه ادفع 1390 باوند وفي الاخر احصل على خمس تلاف دولار لا ما تدخل لها ايش طبعا تمام لكن دي انا بدخلها مش علشان اه يعني انا دخلها مثلا عشان اه السحب اللي هو الالفين وخمسمائة لا مش داخل عشان السحب اللي هو الالفين وخمسمائة انا داخل عشان اصل للمليون فهمتها داخل عشان اصل للمليون علشان يوم ما اعرف اعمل مئة الف دولار انا اسحب كام هاسحب خمسين الف دولار فخمسين الف دولار هكون انا دافع مثلا تلات تلاف متين وتسعين في عشان شهور الامر مجدي بالنسبالي في امتها بتتحسب ازاي لو دافع حتى ست تلاف وستمية وصحبت خمسين الف دولار الامر مجدي تمام يبقى اعرف استثمر هدخل واستثمر مفيش اي مشكلة لكن الاكاونت ده ما تدخلوش ما تسترخص فيه ناس بتسترخص يقول لك والله خطة رخيصة فانا ادخل فيها لا ما تدخلهاش مش تعملك حاجة ده انا بقولك لو سحبت اربع مرات غير مجدية تمام ارجو ان انا كن شرحت الشركة يعني كما يجب احنا شرحناها بشكل سريع اا جدا وانت تقدر بقى تدخل درست بايلوت انا دخلت درست بايلوت اا وجدت يعني عدد 493 فام واربعة واربعة من عشر تمام طبعا اا خمسة وسبعين قالوا ممتازة وخمستاشر قالوا جيدة وثلاثة قالوا متوسطة وستة قالوا زي الفل سيئة تمام وواحد قالوا فقيرة اا بس انا شفت التعليقات التعليقات بتقول ان هي شركة اا جيدة لكن مسألة الواحد لثلاثة ديت مش اي حد يشتغلها عشان بس نكون واضحين مش اي حد هيعرف يشتغل بالرفعة واحد لثلاثة ده عايز متاجر هادئ وفي نفس الوقت تاجر له رؤية وبيضع خطة مستقبلية يعني التاجر اللي هو بده مصاري سريعة لا ما تدخلش الشركة دي ليست هي الخيار الامثل بالنسبة لك لكن الراجل اللي هو المستثمر انا برشحها لك لو انت عايز تستثمر لمدة سنتين قويس معقولة تقدر تسحب منها صحبات جيدة والناس هو عمالة تشكر فيها الله اعلم ناس حقيقية ولا الشركة اللي معتاهم اللي واحد ببقاش فاهم حاجة فلا لا ناس كتير بتتكلم بشكل جيد فبالتوفيق ان شاء الله ولو عاوز تدخل من خلالنا في هذه الشركة تضغط على اللينك باسفل الفيديو وتشترك معاهم ان شاء الله في الخطة اللي احنا قلناها في سبيل اللي انت تعمل تلاتين من المئة اللي تصل للمليون دولار شكرا جزيلا